وكان كلامه أنه ترامب لا يريد الحرب وريد إيقاف الحرب وإن استخدم ترامب الضربات الجوية كما استخدم ضربة جوية لقتل قاسم سليماني كان الغاية منها هو الردع لأنه السلام لا يأتي إلا بالردع وهذا مبدأ أمريكي يحمله الحزب الجمهوري منذ عقود منذ الرئيس ريغن اللي كان يقول peace with security العفوان security with مع الردع ولذلك deterrence security with deterrence ولذلك قال أن لذلك في عهد ترامب السابق لم تحدث أي حرب ولكن في عهد بايدن بسبب ضعف أمريكا وعدم وجود ردع حثة كل هذه الحروب بضمنها أوكرانيا وألقى خطاب مع المجموعة الكبيرة التي كنا في ذلك اليوم خطاب انتخابي وتوعد أنه يتواصل الاتصال معي مستقبلاً مع الحملة تحديداً في وضع العراق يعني رأيه في وضع العراق؟ نعم الرأي في وضع العراق في حال وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية كيف كان هو؟ ماذا يفكر لوضع العراق؟ أرى المشكلة للأسف وأنا أقولها في أكثر من مرة في واشنطن وأنا أقول لك بأمانة ليس هذا الكلام من عندي فقط أنه أصبح العراق يحسب على إيران يعني أي رئيس أمريكي حتى مؤسسات الدراسات في واشنطن ألغت برامج العراق بالشكل العام أكثرها والاهتمام بالعراق يأتي من الاهتمام بإيران أن العراق أصبح جزء من إيران وإيران تتحكم به فيما عدا فيما عدا أركز على ذلك منطقة كردستان إقليم العراق تعامل بشكل مختلف لكن بشكل عام يعتقد أنه تقليم من ناحية ترامب أنه تأديب إيران بحسب ما هو يقول وإضعافها وإركاعها ووضع عليها عقوبات لأن ترامب يقول أنا في وقته لم تكن إيران تصدر أكثر من 100 ألف برميل يوميا الآن في زمن بايدن تصدر 3 ملايين ويقول أن هذه الملايين من البرامين هي التي مولت حماس لتبدأ بحرب أكتوبر 7 وهي التي تمول الحوثيين وهي التي تمول كل هذه الأعمال الحربية في المنطقة وإذا أركعنا إيران اقتصاديا سنؤمن ألف سلام في المنطقة ونمنع الحروب وكذلك استخدام الردع بشكل جراحي لردع إيران ولربما حتى جلبها إلى طاولة المفاوضات على أساس السلام في المنطقة والحد من تصرفاتها الغير مقبولة في المنطقة ولذلك أنا أعتقد أن إدارة بايدن طبعا تواصلها بشكل مختلف تماما أننا نتواصل مع إيران ونديم علاقة مع إيران ونفتح جسور مع إيران وهذا ما يريده اللوبي الإيراني في واشنطن هناك اللوبي مهم في واشنطن إيراني والعراق يأتي ضمن هذه المعادلة إذا إيران تقوت فسيطرة إيران على العراق ستزيد وسيستخدم إيران أكثر وأكثر للتهريب النفط الإيراني لحلب الميزانية العراقية لصالح إيران ولتقوية هذه الميشيات في داخل إيران التي ستشعل نارا وحربا وإيران نجحت كذلك في إبعاد المعركة عن أرضها وإلى مناطق أخرى واستخدام الشباب الشيعي العربي الغير إيراني كوقود وكحطب لهذه النار